لنشوف تقرير عن أبرز مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا ونرجع مرة ثانية مع حضرك يسدل السطار مساء اليوم الخميس على منافسات الجولة الأولى من الدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها الجديدة والتي تشهد العديد من المواجهات القوية لعل أبرزها مواجهات برشلونة وموناكو وأتليتيكو مادريد وليبتسيش في لقاءات تحمل الكثير في المسابقة الأوروبية يسهل فريق برشلونة مشوره قاري بمواجهات فريق موناكو الفرنسي حيث يتطلع الفريق الإسباني لتشين انطلاقة قوية تحت قيادة مدربه الألماني هانزفليك على غرار الدور الإسباني الذي حقق فيه العلامة الكاملة بخمس انتصارات حتى الآن ليتربى على الصدارة بفارق أربع نقاط عن غريمه التقليدي ريال مادريد يأمل فريق برشلونة في الظهور بشكل قوي في منافسات دور الأبطال بنسخته الجديدة والتي يسعى من خلالها لاستعادة لقب الكأس ذات الأذنين الذي غاب عنه منذ تسعة أعوام وتسنل ضيفا ثقيلا على منافسه أتلانتا الإيطالي في لقاء يسعى فيه رجال المدرب ميكيل أرتيتا للظهور بشكل قوي على المستوى القاري على غرار الدور الإنجليزي الذي حقق فيه ثلاث انتصارات وتعادل من أصل أربع مباريات حتى الآن يدخل فريق أتلانتا اللقاء وعينه على تحقيق انطلاقة قوية هو الآخر خصوصا وأنه يلعب على أرضه وأمام جماهيره فضلا عن أنه يأمل في تقديم مستوى مميز على غرار الموسم الماضي الذي شهد تتويجه بلقب الدور الأورقي لتكون أول بطولة قرية في تاريخ الفريق الإيطالي تشمل المواجهات أيضا صدم أتلاتيكو مادريد الذي يستضيف نظيره اللايبتسيش في لقاء يحمل إثارة وندية كبيرة بين الفريقين خصوصا وأن أفضل إنجاز للايبتسيش هو بلوغ الدور النصف النهائي والذي كان على حساب ريجال دييغو سيميوني في نسخة 2020 إلا أن الفريق الإسباني يتسلح بعاملي الأرض والجمهور للتفوق على الفريق الألماني لتكون ضمن مواجهات عديدة يترقبها عشاق الكرة العالمية في ختام الجولة الأولى من منافسات دور الأبطال